اهلا بكم سنة ربعة في مراجعة عامة وشاملة على الفصل الدراسي الثاني مادة الدراسات الاجتماعية تابعوني على قناة العلم والمعرفة السؤال الرقم واحد الأول اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوصين واحد عندما تريد الإقامة في محافظة حضرية نركز في كلمة حضرية فعليك التوجه إلى محافظة احنا عارفين أن المحافظات الحضرية اللي هي القاهرة بور سعيد الإسماعيلية الإسكندرية دي المحافظات إيه الحضرية يبقى إذا نقول له مين أقول له بور سعيد السؤال الرقم اتنين تم مادة أول خط سكك حديدية في مصر بين القاهرة ومين؟ طبعا القاهرة والإسكندرية ده أول خط سكة حديد تم مادة بين القاهرة والإسكندرية فشل الجيش الإسرائيلي في فك الشفرة المصرية المستخدمة في حرب أكتوبر سنة 1973 بسبب إرسالها باللغة اليونانية النوبية طبعا أقول له بسبب إرسالها باللغة النوبية السؤال التالي الذي يسن القوانين يسن يعني يضع القوانين يسن القوانين يعني يضع القوانين هو المجلس المحلي مجلس الدفاع مجلس النواب مجلس الشيوخ طبعا أقول له مجلس مين مجلس النواب هو الذي يسن القوانين السؤال التالي تم تشيد بناء القلاع والحصون في مصر قديما بهدف حماية البلاد جذب السياح توفير السكن طبعا القلاع والحصون تم تشييدها أو بنائها بسبب حماية البلاد السؤال التالي المصدر الأول للعملات الأجنبية في مصر يتمثل فيه يعني المصدر الأول للعملات الأجنبية إيه هو الزراعة السياحة الصناعة الرعي طبعا أقوله مين أقوله السياحة السؤال التالي أسهمت منظمة اليونسكو في إنقاذ إحدى المناطق الأسرية في مصر من الغرق معبد أبو سنبل دير سانت كاترين منطقة أبو مينة ووادي الحتين أكيد طبعا معبد مين معبد أبو سنبل دي طبعا منظمة اليونسكو أسهمت في إنقاذها من إيه من الغرق يقع دير سانت كاترين في محافظة شمال سيناء جنوب سيناء البحر الأحمر مرسمة روح أكيد طبعا في جنوب سيناء السؤال التالي من المواقع التراثية المسجلة على الخريطة التراثية أو التراث العالمي لليونسكو في مصر وادي الحتين السد العالي برج القاهرة الحاجز المرجاني طبعا أقول وادي الحتين وادي الحتين يعتبر من المواقع التراثية المسجلة على الخريطة للتراث العالمي لليونسكو السؤال التالي إذا أردت دعوة أصدقائك الأجانب لمعرفة الجوانب الثقافية لمصر فإنك تقترح عليهم زيارة مين خلي بالكم معايا من كلمة الجوانب الثقافية الغردقة دار الأبرا حديقة الأزهر شرم الشيخ أقوله طبعا دار الأبرا مصر أول دولة إفريقية في الشرق الأوسط استخداما لمين؟ السيارات الطائرات الكطارات السفن أقوله إيه؟ أقوله الكطارات أول دولة إفريقية في الشرق الأوسط يتولى رئيس الجمهورية الرئاسة عن طريق التعيين الانتخاب التوريس التحكيم رئيس الجمهورية تولى الرئاسة عن طريق الانتخاب ثاني أعلى محافظات مصر من حيث نسبة الأمية محافظة مين؟ إحنا بنقول إيه ثاني؟ إحنا عارفين رقم واحد محافظة المينيا رقم اثنين محافظة باني سويف يبقى إذا نقوله مين؟ باني سويف تنتشر رقصة البنبوطية بين سكان محافظة ألمينيا قنى السويس القاهرة البنبوطية محافظة مين؟ محافظة السويس متابعة جودة الخدمات والمرافق في محافظة من مهم مين؟ رئيس الوزراء الوزير المحافظ رئيس الجمهورية أقوله مين؟ من مهم المحافظ المحافظة الأقل سكانا في مصر محافظة الوادي الجديد أسوان ألمينيا جنوب سيناء أقل محافظة في محافظات مصر من حيث عدد السكان هي محافظة جنوب سيناء بسبب غورة سطحها ونظرة المياه بها مشكلة الأمية في مصر من المشكلات الاجتماعية الاتصادية السياسية النفسية مشكلة الأمية من ضمن المشكلات الاجتماعية أكبر محافظات مصر من حيث عدد السكان محافظة الجيزة قناة السيوت القاهرة أكبر محافظة حبيبي هي محافظة القاهرة من حيث عدد السكان يعتمد اقتصاد واحد سيوى على مين؟ الزراعة والصناعة الزراعة والسياحة السياحة والتجارة الزراعة والتجارة أقوله طبعا بيعتمد اقتصاد واحد سيوى على الزراعة والسياحة يعد التراث الثقافي النوبي في أسوان امتداداً للحضارة مين؟ الحضارة المصرية القديمة الحضارة الرومانية، الحضارة اليونانية، الحضارة الاسلمية أقول له طبعاً الحضارة المصرية القديمة يبقى إذن التراث الثقافي النوبي ده امتداد للحضارة المصرية القديمة من مدن القناة، قناة السويس يعني أسوان القاهرة بورس عيد سيناء احنا عارفين ان مدن القناة سلاس بورسعيد الاسماعيلية والسويسي واذا نقول له مين اقول له بورسعيد عدم قدرة احد جيرانك على الكراءة والكتابة تعرف بالامية ايه الامية التكنولوجية الامية البصرية الامية الهجائية الامية البيئية طبعا اقول له ايه الكراءة والكتابة يبقى اذا الهجائية تعرف بالامية الهجائية تؤدي مشكلات الامية والفقر والبطالة الى ارتفاع الامية والفقر والبطالة ده بيؤدي الى ارتفاع معدل الجريمة معدل ايه الجريمة السؤال التالي الحرفة الرئيسية لسكان الريف هي الريف سكان الريف بيشتغلوا بايه التجارة الزراعة الصيد الرعي اقول له طبعا ايه قصة ازرع اخترع المصر القديم الكتابة نقط ليسجل بها اعمالية الكتابة الهيروغليفية المصر القديم اخترع الكتابة الهيروغليفية ليسجل بها اعمال والاحداث التي كانت ايه تحدث كان ورق الكتابة في مصر القديمة يصنع من نبات البردي البرسيم الكتان القديم كان يصنع من نبات البردي تعتبر محافظة نقط هي اعلى محافظات مصر في نسبة الامية اقول له على طول محافظة المنية هي اعلى محافظات مصر في نسبة الامية السلطة القضائية هي التي تتولى ادارة المدارس المستشفيات المصانع المحاكم السلطة القضائية اللي فعل قضاء والمستشارين دولا بيعملوا ايه بيتولوا ادارة المحاكم كان نقط يساعد الملك في مصر القديمة يبقى اذا اقول له مين الوزير الرئيس المحافظ الكاهن طبعا الوزير الوزير هو الذي كان يساعد الملك او الفرعون في مصر القديمة توجد محمية الغابة المتحجرة في محافظة المينيا سيناء اسوان القاهرة الغابة المتحجرة موجودة في حي المعادفين في القاهرة توجد محمية وادي الحيتان في محافظة على طول وادي الحيتان في محافظة الفيون تم بناء الكنيسة المعلقة على احد الابراج الجنوبية لحصن بابليون الفرعوني اليوناني القطي الروماني طبعا اقول له مين الروماني المدينة التي اختارتها اليونسكو كافضل مدن سلام في العالم هي مدينة مين كفر الشيخ مرس مطروح شرم الشيخ الغربقة طبعا المدينة التي تدعى مدينة السلام هي مدينة شرم الشيخ تم بناء برج القاهرة على شكل زهرة الفل، اللوتس، الكاميليا، الياسمين طبعا على شكل زهرة اللوتس يتم نطل البضائع صقيلة الوزن وكبيرة الحجم عن طريق مين؟ النطل الجوي، الطائرات، النطل المائي، الدراجات طبعا بضائع صقيلة الوزن وكبيرة الحجم يبقى على طول النطل المائي ده علامة صح أو علامة خطأ أمام جمال الآداء واحد، متابة الإسكندرية من أماكن السياحة الثقافية أقول العبارة إيه؟ العبارة صحيحة تعمل الدولة على توفير وسائل المواصلات المريحة للسياحة العبارة إيه؟ صحيحة السياحة تقلل من فرص العمل للشباب بالعكس طبعا بالسياحة بتعطي أو تمنح الشباب فرص إيه عمل يبقى العبارة إيه؟ العبارة خاطئة تقع مدينة شرم الشيخ على شاطئ البحر المتوسط أقول له خطأ، ليه طيب؟ لأن شرم الشيخ تقع على ساحل البحر إيه؟ العبارة زيارة الشاطئ من أنواع السياحة الترفيهية العبارة صحيحة ازدهر السياحة يزيد من الدخل القومي طبعا العبارة إيه؟ صحيحة يجب علينا أن نحافظ على مظافة الأماكن السياحية العبارة صحيحة عندما أقوم بزيارة الأثار أقوم بكتابة اسمي على التمثيل طبعا خطأ تقوم الدولة بتطوير الأماكن السياحية لجذب السياحة طبعا أكيد تسمح الدولة بتجارة وبايع الأثار دون أي عقوبات أقول العبارة إيه؟ العبارة خطأ طبعا دي إجرام في حق الشعب وفي حق الدولة تطوير طريقة الكباش دليل على اهتمام الدولة بالأثار أقول العبارة إيه؟ صحيحة تشجع الدولة على استخدام وسائل النطل الجماعي أقول العبارة صحيحة تعد مصر أولى الدول عربيا وإفريقيا في إنشاء متر عنفاق أقول العبارة إيه؟ صحيحة يتميز النطل المائي عن غيره بأنه أسرع ولكنه مرتفع على التكلفة أقول العبارة خطأ نطل الجوي الإسكندرية من أهم المواني الموجودة على البحر الأحمر أقول العبارة خطأ ليه؟ لأن الإسكندرية موجودة على ساحر البحر المتوسط إنشاء الطرق ذات المواصفات العالمية يقلل منها الحوادث أقول العبارة إيه؟ صحيحة تشجع الدولة على استخدام وسائل النطل الجماعي أقول العبارة إيه؟ صحيحة يتميز النطل الجوي بالسرعة ولكنه تكلفته مرتفعة أقول العبارة إيه؟ العبارة صحيحة النطل الجوي سريع لكن إيه؟ تكلفته مرتفعة يعني تفعله فلوس أكتر استخدام الدولة وسائل النطل صديقة للبيئة فهي تحقق النطل المستدامة العبارة إيه؟ صحيحة يمكن للصائق أن يتنابل الطعام أثناء القيادة أقول العبارة إيه؟ خطأ يمكنك عبورة طريق إذا كانت إشارة المرور الضوئية لونها أخضر أو العبارة إيه؟ العبارة إيه؟ خطأ تساعد علامات المرور الضوئية على تنظيم عبورة إيه؟ صحيحة أكتب نتيجة واحدة على معرفة الإنسان للكتابة استخدم الإنسان الكتابة في تسجيل الأحداث والأخبار وأهم الإنجازات التي أنجزها أكتب تفسيرا واحدا بناء القلاع والحصون في مناطق مختلفة في مصر قديما ليه كانوا بيبدوا قلاع زي قلعة صلاح الدين زي قلعة قيتباي وحصون زي حصنوهين في مناطق مختلفة في مصر قديما لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها وتأمين السواحل المصرية من الأعداد سؤال أهمية السياحة في مصر السياحة مهمة؟ آه مهمة طب مهمة في إيه؟ أقول له أنها تسهم في دعم الاقتصاد المصري بتعمل إيه؟ بتوفر فرص عمل للشباب كمان بتسهم بحوالي 12% من إجمال الدخل القومي كمان تعد المصدر الأول للعملات الأجنبية بما تفسر ضرورة الالتكزام بقواعد وأداب المرور يعني لابد أن نلتزم بأداب وقواعد المرور ليه؟ من أجل الحفاظ على أرواح الناس وتقليل الحوادث أهمية مجلس النواب المصري بما تفسر أقول له إيه؟ لأنه يقوم بسن القوانين في الدولة بما تفسر أو أذكر سبباً أهمية الأهرامات عند المصريين القدماء الأهرام كانت مهمة عند المصريين القدماء ليه؟ لأنه كان يتم دفن الملك بها وكل الأشياء التي سوف يحتاج إليها بعد البعث في حجرة داخل الهرام أكتب حالة واحدة يفضل فيها استخدام النقل المائي أو ليفضل استخدام النقل المائي لنقل البضائع سقيلة الوزن وكبيرة الحجم والسؤال المهم جداً حدد سبباً واحداً لزيادة عدد أفراد الأسرة في الريف عن الحضر يعني ليه؟ عدد أفراد في الأسرة الريفية عددها بيزيد أكتر من اللي موجودين فين؟ في الحضر أو في المدن ممكن أقوله إيه؟ بسبب كسرة إيه؟ كسرة الإنجاب بسبب الزواج المبكر بما يتفسر انخفاض عدد سكان محافظة جنوب سيناء ليه عدد سكان محافظة جنوب سيناء؟ أولي الخالص بسبب قلة المياه وصعوبة مظاهر سطحها أو وجود الجبال العالية زي جبل سينت كاترين اكتب نتيجة واحدة أو واحدة تترتب على انتشار الأمية في الدولة النتيجة انتشار الجهل والخرافات بين الناس حدد سببا واحدا لنشاط السياحة في واحد سيوة في شهر أكتوبر من كل عام ليه؟ النشاط السياحي في واحد سيوة من شهر أكتوبر في كل عام بيكون مزدهر إيه السبب؟ لأن في هذا الوقت بيتم الاحتفال بعيد حصاد التمور والزيتون والمعروب بعيد السياحة ويرتدي فيها السكان الملابس المحلية ويرددون الأغاني التراسية اكتب تفسيرا واحدا أو دليلا واحدا على اهتمام اليونسكو بالمناطق التراسية حول العالم الدليل إنها أقرت قائمتها للتراس العالمي وتضم العديد من المواقع السياحية والتراسية حول العالم اكتب سببا واحدا لقدوم السياح لزيارة بلادنا السبب لوجود أنواع متعددة من السياحة مثل السياحة الثقافية والسياحة الترفيهية والسياحة العالمية العلاجية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات اكتب أحد أدوارك كمواطن للمحافظة على الأسار تعمل إيه عشان تحافظ على الأسار كمواطن؟ ممكن أقول له عدم استخدام ضوء أو فلاش الكاميرا في تصوير القطع الأسرية وممكن أقول له عدم إلقاء المخلفات في المناطق الأسرية اعطي دليلا على أن فن التحطيب له أصول مصرية قديمة أقول له إيه؟ أقول له الدليل هو وجود لوحة منقوشة على حائط معبد الكرنك في محافظة الأكسر بتمثل إله حورس وهو يعلم الملك أمنحوته بالثالث فن التحطيب أمام خريطة الصماء لمصر أكتب مدلول الأرقام المواقعة عليها رقم واحد يشير رقم واحد إلى عاصمة البلاد ويوجد بها محمية تضوم مجموعة من الأشجار المتحجرة في شكل قطع صخرية هي محافظة محافظة القاهرة رقم اثنين يشير رقم اثنين إلى منطقة تشتهر بالاحتفال بعيد الطمور والزيتون وهي أقول له مين أقول له واحد سوى الرقم ثلاثة يشير رقم ثلاثة إلى وادي نقط وادي مين؟ وادي أني ده طبعا وادي أني رقم أربعة يشير رقم أربعة إلى محافظة تشتهر بسباقات الهجن اللي هي محافظة شمال سيناء السؤال التالي أمام خريطة صماء لمصر لاحظها ثم أجب رقم واحد يشير رقم واحد على الخريطة إلى محافظة يوجد بها دير سانت كاترين وعدد السكان قليل جدا وعندي محافظة مين؟ محافظة جنوب سيناء رقم اثنين يشير رقم اثنين إلى محافظة يوجد بها الأهرامات طبعا رقم اثنين هي دي بيشير إلى محافظة مين؟ محافظة الجيزة التي يوجد بها الأهرامات الثلاثة رقم ثلاثة يشير رقم ثلاثة إلى محافظة حضرية طبعا هنعرفين أن محافظة الحضرية في مصر خمسة اللي هي محافظة القناة الثلاثة اللي هي الإسماعيلية بورسعيد والسويس والقاهرة والإسكندرية وبإذن دي محافظة مين؟ محافظة الإسكندرية رقم أربعة المدينة دي اسمها مدينة نين اللي هي تعتبر موجودة عند خليج العقبة طبعا دي مدينة طوبة ترجمة نانسي قنقر